في حصاد عام 2013 لا يسعنا إلا أن نذكر الراحلين الذين ودعونا تاريكين خلفهم الكثير من الجمال عملاق الترب وديع الصافي كان أحد الذين تركوا خلفهم تاريخا فنيا عظيما ولكل العرب الفنان اللبناني الذي نقل جبال الأرض في أغنية هو ضيفي الحاضر الغائب لهذا الصباح معي الفنان اللبناني الآن جورج الصافي ونجل الفنان الراحل وديع الصافي لنتحدث أكثر عنه صباح الخير جورج صباح النور مدام لنا جورج وديع الصافي كان تاريخ إرث للعرب أكيد من الأغنيات ولكن هل جرب أنه يترك شيء من ذاكرته الخاصة هل بشكل مكتوب أو يمكن بشكل مسجل للأجيال يلي بعده أكيد أكيد الكثير وذكرياته بكل المجالات بالنجاحات بالفشل بكل شيء موجود إن شاء الله وعم نعملها فيلم سينمائي عم تذكر كلمة فشل ما بعرف هل كان في عنده إخفاقات في حياته كل الناس تفشل هو بيعرفها نحن ما نعرفها أكيد أكيد فينا نحكي عنها ولا أكيد فينا نحكي يعني بس هلأ ما يعني ما بعرف قداش في وقت معكم حتى نحكي عن كل الأمور يعني هل تكون عادة الإخفاقات جورج هي أغنيات ولا فترات طويلة مثلا بيمرق فيها الفنان يمكن بتأثر على شكل شغله يعني أمور 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 كثيرة بتأثر على إنتاج الفن تبع الفنان على الكواليتي على تبع الفن تبعه على اللحن على هادي شي طبيعي يعني كل فنان معرض لهالأمور هايدي بس ما شاء الله نجحته تتخطى حدود المعقول كانت مشان هايك بتغطي على أي على أي تأثير إنساني إذا بدك طبيعي أكيد جورج خلينا ننتقل أنا هاك لنشوف هذا المقطع اللطيف من إحدى مسرحيات توديع الصافي ثم نعود لنتحدث أكثر عن العملاق الراحل ياريت موسيقى 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 قالت اضحاق اضحاق بتحبني اذا جورج وديع الصافي مش غنية هو قدر انه ينقل الاغنية الجبلية والشعبية الى خارج لبنان بكثير يعني صدنا احنا لما بدنا نسمع اي اغنية لبنانية منقول وديع الصافي من نفس الوقت هو يغنى بلهجات كثيرة هل كان بيفضل انه يغني الاغنية اللبنانية هذا النوع من الاغنية اللي هو اتقنه في البدايات هو ابتدى فيها طبعا ومن نفس الوقت يعني كان موازلة نهطه الفنية بشبابه بعده كان بالتعاش يعني الستعاش سبتعاش تمنتعاش عشرين اتنين وعشرين كان دايما يحضر افلام الراحل الكبير محمد عبدالوهاب ويتأثر بالاداء الطرب ما نفاصل عن الاداء الشعبي اللي كان الوالدي غنيه كان دايما يحضر افلام ويحفظ الاغنة مشان هكي اتقن يعني من زغرته اتقن المصري واتقن اللبناني بنفس الوقت وإلى جانب القصائد الفصحة طبعا أكيد غنى خليجي غنى فرنسي غنى ألماني غنى سرياني أشوري غنى انجليزي اسباني ودي على الصافة كتير منفتح وما عنده حدود وقت يكون في شي فني ما بيسأل عن الزوايا الصغيرة بروح حتى يعمل التجربة ويخوضها وبالاتكال على الله ما كان يخاف أبدا من أي شي جديد يمكن هذا الشيء اللي كنت بيحكي معك فيه بدي قللك انه غنى مع كبار الفنانين الشباب وايضا فعلا كان في عنده جرأة أنه يقدم أغنيات مع فنانين غربيين بالوقت اللي هو كان يعني متأسل في الأغنية ربما الأغنية الشعبية اللبنانية صحيح ونفس الوقت منفتح على كل التجربة الثقاف الموسيقية الغربية مزبوط صحيح لأنه ينظروا الموسيقى هي شي عالمي شي عالمي ما بيسوى مش حلو أنه تتقوقع طبعا هو خبير بالنمط اللي هو البلدي خبير كبير خبير بالنمط الطربي يعني عظمة صوته ما بتحطله حدود لنمط معين واحد من الفنون رح نحضر أنه يا كيدة كمان للكيب لصغير جورج لوديع الصافي ورح نرجع أكيد نكفي حوارنا عنه موسيقى 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 جورج الصافي لما بدي يقول وديع الصافي أنا بشكل شخصي بقول رح حلفك بالغصن يا عصفور يا دنيا الليلو يا ليلى فيه أغنيات كثيرة بعرف أنه بعنوان فيها يمكن وديع الصافي بحسب ذاكرتي الشخصية ربما أو الأشياء يلي أنا بحب اسمعها منه وديع الصافي شو كان يحب من أغنياته يلي هو غنها أكيد في عنده كان أغنيات خاصة فيه بتلمسه يمكن أكتر من الداخل فعلا كثير كثير لكن لعنا حتى ما نغوص كثير بهالموضوع لأن فيه كم هائل من الأغنيات الغالي على قلبه إنما بقلك مؤخرا كثير كان روحنياته تاخدو صوب الأمور الوطنية ذات الرسالة الرسالة الوطنية والابتهالات السماوية باقى واخر وكان مبدئيا ما يسمع غير هاك قاوسة أم كل سوم يفتح هذا ومحطة الطرف ويحضر أم كل سوم الله يرحمها قال لي يا باية عم بسمع الأموات مين بدي أسمع بدي حدا يرويني ما كان يروي إلا الراحلين أيضا يعني سبحان الله اللي بيروو الناس نفسهم هلأ هن زيتهم اللي كانوا يروه لأن العطاء الكبير عند الناس معينين ما في شي بيخبيه أبدا طيب جورج وديها السافي كان عنده كتير فنانين تبناهم إذا بدنا نقول إذا لم يتبناهم بشكل رسمي ولكن كان دائما يظهر معهم يغني معهم يعطي رأيه فيهم يتصوروا معهم أي حدا من هدول الفنانين يلي أصواتهم شبيهة ربما إلى حدا ما بصوت وديع السافي هل كان عنده إيمان أنه رح يعملوا استمرارية لا وديع السافي ولا كان يعرف أنه إلهم مدة معينة من الزمن أو إلهم جيل خاص فيهم ما بيشبه جيل السافي وغيره هو أكيد كان يكرر دائما أقواله معروفة أنه وديع السافي مش بس أنه صوت أنه حدا بيمثل وديع السافي لأنه صوته حلو فيه غير الصوت الحلو والجبار فيه الحنية كمان فيه الرسالة اللي بديو يتبعها الفنان مش بس غنينا وخلص فيه رسالة فيه توجيه حتى يكون هالفنان يرسخ بي عقول وضمائر الناس بده يكون قريب من ضمائرهم ومن مشاكلهم من تطلعاتهم وهذا اللي ميز وديع السافي مش بس صوته لنا ظاهرة وديع السافي مكونات وجمالات عديدة عملة ظاهرة وديع السافي جورج علاتك بوالدك أصلا أنت كفنان وعازف أيضا في الفرقة الدائما المصاحبة له وزوجتك كمان اللي تبناها وقدمها وديع السافي لا مش زوجتك زوجة أخوك مارت أخوي مارت أخوي لا أيضا تبناها وقدمها وديع السافي هل كنتوا بالبيت تعملوا أحيانا هاي الدائرة الموسيقية تأدموا شيء مع بعض لما جربتوا يكون في عنكم ربما أغنية متكاملة تضم ثلاث أصوات مثلا لا نحن نحن كأصوات يعني كاللي بيغنوا بالبيت غير الوالد هم أنا وأخوي أنتوان شقيقي أنتوان بس مارت أخوي يعني كمان شجع على الوالد وهكي وإلى الله يوفق الجميع بالنتيجة بس دائما نحن بالبيت بتجوال بلا بتصور بلا يعني بالآخر كل واحد مننا على قدر أهل العزمة تأتي العزائم ما في شيء منزل هذه هواية وهيدا عطاء ربنا لكي الإنسان بيعطي حجم معين من الموهبة عليه هو يطورها ويعرف ينميها بشان استمراريته طيب جورج بعد رحيل وديع الصافي طبعا كنا دائما نعمل بعد رحيل وديع الصافي تفضل ليديس بوش إلى أين جورج أنت وأنطوان يعني بيخطر لي كثير هذا السؤال نحن طريقنا في الغناء عزيزتي في الغناء وأنا طبعا تلحين وتوزيع وتسجيل وهذا النمط اللي بدنا نستمر فيه والرسالة الرسالة يعني كيف رح تكفو هاي الرسالة هل رح يكون فيه حفلات خاصة بوديع الصافي استحضار لأغنياته من اللي ممكن يغنية هل رح يصير مثل التكريم الذي حصل في لبنان مؤخرا عقب وفاته بيوم يعني يجتمعوا كبار الفنانين ويغنوا أغنياته هل رح تستحضروا هيك بشكل عروض دائمة نعم في لبنان وخارج لبنان كمان وإلى جانب أعمالنا الخاصة كمان بديكن لنا أعمال خاصة ما حدا مطرح حدا هو الظاهرة الكبرى هو وديع الصافي نحن أولاده إذا الناس حسوا مننا بتقصير ما يلمونه لأن نحن مش وديع الصافي إنما يقارنونا باللي عم بيغنوا ما يقارنونا فيه بوالدنا لأنه جبل كبير ما حدا بيوصل له أبدا صار فيه تكريم أكثر من تكريم ربما لوديع الصافي بس أنا بيختر لي سؤال هل كان راضي بتقييم الحكومات العربية لحالة الفن والفنانين أشبه وديع الصافي هل كان راضي عن طريقة تعامل المؤسسات الكبيرة التي يجب أن تعنى بالفنانين يوم هاك يوم هاك إنما كان عنده نقصة كبيرة بحب أعلن عنها عبر محطتكم لأن ذكرتيني بسؤالك ست لنا عنده نقصة كبيرة لأن من حوالي 25 30 سنة لورا عم بيحكي لوزارات الإعلام العربية الله خلينا إياهم هم بيقول لهم في التراث العربي التراث الأغاني العربية الأديمة لازم ترجع ينعمل لها أحياء عملولها رصدولها ميزانية تتعملولها أحياء وأنا مستعد لها الموضوع قبل ما صوتي شيخ وأكبر استلحقوني خدوا مني ما تشاءوا أنا حاضر ما كان حدا يتحرك هذه كانت نغصة بقلبه إن شاء الله هلأ يجعوا بيسحولها وبيختاروا لهم شي صوت أو عدة أصوات زاد قيمة وناس زاد قيمة فنية مش هين هذا الموضوع لأن تراثنا العربي مش هاللي هلأ عم نشوفه على التليفيزيونات عم نسمعه بالإزاعات 99% مش هو أكيد جورج وديع الصافي شكرا لوجودك مانا في صباح الفن على سكاي نيوز عربية شكرا لذكريات الجميلة ولأستحضار روح وديع الصافي طبعا يرحل وديع الصافي ولكن يبقى الصوت شكرا للمشاهد